طالما شكل مضيق هرمز نقطة محورية للتوترات الدولية بين طهران والغرب آخرها كان أعلن إيران الاستلاء على سفينة حاويات على بعد 50 ميلا بحريا شمال شرق الفجيرة في الإمارات مضيق هرمز هو أحد أهم الممرات المائية في العالم لما يحمله من تأثير كبير على التجارة البحرية بين مختلف الدول من خلاله يتم تصدير أغلب النفط الذي يتم إنتاجه في المنطقة أي ما يصل إلى خمس الإنتاج العالمي من النفط فكل النفط إيران والكويت وقطر يمر عبر هذا المضيق كذلك 88% مما تنتج السعودية وثمانية وتسعون بالمئة أيضا مما ينتج العراق وتسعة وتسعون بالمئة مما تنتج الإمارات وفق بيانات اقتصادية يبلغ عرض هذا المضيق مضيق هرمز خمسون كيلو مترا وعمق المياه فيه يصل إلى ستين مترا بينما يصل عرض الممر الدخول والخروج فيه إلى عشرة كيلو مترات ونصف ويستوعب من عشرين إلى ثلاثين ناقلة نفط يوميا وهما جعل شريان الحياة للعالم الصناعي كما يلقب مضيق هرمز ورقة ضغط في الحسابات الجيو سياسية إذ سبق إيقاف تصدير النفط منه إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية لدعمها إسرائيل في حرب ثلاثة وسبعين وهددت طهران أكثر من مرة بأن المضيق لن يكون آمنا إذا تعرضت لهجوم عسكريا من جانب الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كما لوحت أيضا بإغلاقه مرارا خلال العقود الماضية بالمقابل تحذر الولايات المتحدة تحذر من أنها لن تسمح بعرقلة حركة الملاحة البحرية وعبور السفن عبر مضيق هرمز وهو ما دفعها إلى تعزيز وجودها العسكري في المنطقة ففي يوليو الماضي أعلنت القيادة المركزية في وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت إرسال سفن إنزال جديدة إلى التجمع العسكري الأمريكي الذي يتابع الحركة البحرية في منطقة الخليج ومنذ أيام قليلة أرسلت الصين أيضا مدمرة وفرقاتة صواريخ موجهة كذلك أرسلت روسيا ترادا فارياغ للمشاركة في مناورات بحرية مع إيران والتي جرت على مساحة 17 ألف كيلومتر مربع من مياه الخليج يشعب وقواته